موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي السنة الثامنة للهزرة كانت غزوة فتح مكة وهو الفتح الأعظام الذي أعز الله فيه رسوله والمؤمنين وسبب هذه الغزوة غذروا قريش ونقضهم مثاق المعاهدة في مسندة حليفة بني بكر في قتال خزاعة حليفة المسلمين فأغاروا عليهم ليلا فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا وأعانت قريش بني بكر بالسلاح وأعانوهم مستغلين ظلمة الليل قال ابن هشام خرج نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما أصب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم ثم صرفوا راجعين إلى مكة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقدة ويزيد في المدة وبالفعل خرج أبو سفيان إلى المدينة ليجدد الصلح قال ابن هشام قدم أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طردته عنه فقال يا بني أرغبت بي عن هذا الفراش أم أرغبت به عني قالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا ثم ذهب إلى أبي بكر ثم ذهب إلى عمر فامتنع كذلك ولم يستجب له ثم ذهب إلى علي فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة فلا أرجي عنك ما جئت خائبة فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحكى يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه قال أبا سفيان يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني قال والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك شيئا وبدأ تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة قال ابن شام وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد والتهيئ وقال صلى الله عليه وسلم اللهم خذي العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها فتجهز الناس وهنا كتب حاطب بن أبي بلتعى إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء بما صنع حاطب فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليان والمقدادة وأبا مرسد الغنوي فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بهذا غينة معها كتاب إلى قريش فاستنزلوها فحلت قرونها فاستخرجت الكتاب منه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعى حاطبا يا حاطب ما حملك على هذا قال يا رسول الله ما غيرت ولا بدلت ولكن لي عشيرة ولكن ليس لي عشيرة ولولد أهل قال عمر النقطاب دعني يا رسول الله أدرك عنقاه فقد نافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدرين فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عشرة ألاف من الصحابة رضو الله عليهم وهنا لقيه عمه العباس خائجا بأهله وعياله مهاجيا مسلما وواصل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة سيرهم وهم صائمون فنزلوا بمر الظهران وفي هذه الأثناء جاء أبو صفيان مسلما على يد العباس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق واعتذر مما كان مضى منه وأنشهد لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدي وأهتدي هداني هاد غير نفسي ونالني مع الله من طردت كل مطرد ورجع أبو صفيان إلى مكة قال ابن يشام حتى إذا جاءهم صرخ بإعلاء صوته يا مشار قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به فمن دخل دار أبي صفيان فهو آمين فمن دخل دار أبي صفيان فهو آمين قالوا قاتلك الله وما توني عن ناداروك قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمين ومن دخل المسجد فهو آمين فتفرق الناس إلى دوره وإن المسجد ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنتهى إلى ذي طوى وقف على راحيته يدع رأسه متواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح وتقدم خالد حتى وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة وتقدم الزبير حتى نصب الرائعة عند مجد الفتح حيث أمر رسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يقاتل إلا من قتلهم ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد فأقبل إلى الحزر الأسود فاستلم وطاف سبعا بالبيت وحول البيت ثلاثمائة وستون صنم فجعل يطعنها ويحطمها بقوس في يدي ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وصلى بالبيت وقرش واقفون ينظرون فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا مشال قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقولكم كما قال يوسف لإخوته لا تتريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم مطلقاء ولما حال وقت الصلاة انبر بلال ويؤذن عن الكعباء والناس يدخلون في دين لا إفواجا يعلننا إسلامهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطمس ما بالبيت من صور للملائكة وغيرهم وصورة إبراهيم عليه السلام وفيذه الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه إبراهيم الأزلام وثم تلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا المسلم وما كان المشركين وأهذر النبي صلى الله عليه وسلم دماء عذذ من أكابر المزلمين فقتلوا منهم قينتان كانت تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم صارة وهي التي وجد عندها كتاب حاطب وفي اليوم الثاني من الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خاطبا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إليه القيام فلا يحل لمرئين يؤمن بالله اليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعرض بها شجرة فليبلغ شاهد الغائب والحمد لله رب العالمين